اشتركوا في القناة على صحيح الثامن روميا تماني العدد 26 روميا تماني 26 وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لأنه بحسب ما شئت الله يشفع في القدسين ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين سورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثرين ولذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا رسالة الرب إلنا في هذا المساء عن عناية الله عناية الله بداية أن دعونا نسق قلوبنا أمام الرب نصلي نفتح قلوبنا نستعد لرسالة الرب كل واحد في مكانه يصلي يرفع قلبه للرب ويقول له يا رب كلمني في هذا المساء في هذه الأزمة الصحية تعال وتكلم إلى قلبي نصلي جميعا نشكرك يا رب من أما قلوبنا أنك إله تسمع الصلاة نأتي أمام خاشعين خضعين حتى نسمع صوتك حتى نسمع رسالتك في هذا المساء تكلم إلى قلبي تكلم إلى قلب كل واحد فينا في هذا المساء تعال وامسح هذه الكلمة اخفي عبدك ورأي الصليب وظهر أنت تكلم لأنه بحاجة أن نسمع صوتك في هذه الأيام العصيبة لك كل المجد بإسم الرب يسوى المسيح أصلي آمين آمين عناية الله إذا تأملنا هذه الآية وخاصة في هذه الظروف الصعبة في هذه الأزمة الصحية نجد أن هذه الآية هي نبع هي معين لا ينضب أبدا يفيد بالتعزية والتشجيع في وقت التجربة في وقت الأزمة في وقت امتحان إيمانا لا يكون مكان للتردد فبولوس يتكلم عن ثقة لا تتزعزع أبدا بعناية الله التي تسيطر وتهيمن على كل الأشياء هذا ما جعل بولوس يقول أشكر في كل شيء أشكر في كل شيء عناية الله وهيمنته تحول الحزن إلى فرح والنوح إلى ترنم وكل شيء سواء كان في ظاهره ضارا أو نافعا لابد في نهاية المطاف من أن يتحول للخير يتحول للخير فهل تشارك بولوس الرسول في هذا اليقين المفرح ليس في الكتاب المقدس آية تضاهي هذه الآية من حيث كونها تمنح المؤمن تمنحني وتمنحك وتمنحك ثقة ورباطة جأش في وسط أيّة كارثة أيّة أزمة أو تجربة أو فشل أو مرض لكن لكي نعرف تفسير هذه الآية أو الجزء الرئيس من هذه الآية كل الأشياء تعمل معا للخير علينا أن لا نعزل هذا الجزء عن القرينة من الجهة الأخرى كل آية في الكتاب المقدس لا يمكن أن نأخذها لوحدها وأن تشيلها هكذا يجب أن تكون مع قرنتها مع الآيات التي قبلها أو بعدها حتى نفهم المعمنة فلا يمكن أن نفصلها عن الشرطين المتعلقين به هذا الجزء وهما ألف الذين يحبون الله با الذين هم مدعوون حسب قصده كل الأشياء تعمل معا للخير لمين؟ للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده هناك شرط من البديه أن ليس كل الأشياء تعمل معا للخير بلا قيد أو بلا شرط لخير الإنسان هناك شرطان مسبقان الأول ضرورة علاقة صحيحة بالله يجب أن تكون إلي علاقة صحيحة بالرب بإلهي فإن الذي يتكلم عن هذه الآية والذي يشمل هذا الوعد هو أحد أفراد هذه الأسرة العائلة الإلهية يكون هو يحب الله والشرط الثاني أن تكون هناك شركة بينك وبين الله فنحن بصدد أحد المدعوين أو المختارين بحسب قصده الأزلي قصد الله إن شركي وأنا أحب الله ولي شركة معه لذلك نجد أن القلب البارد الخالي من الإيمان يجد عثرة في هذه الآية لا تشمل هذه الآية لأننا كنا برودي لا محبة للرب ولكن هي مصدر تعزية للقلب المضطرب والمضطرم والمشتعل بمحبة الله أمين مضطرم بمحبة الله إن كنا نريد أن نتمتع بالخير والتعزية لدينا في هذه الآية فلابد أن نكون بين الذين صنفهم بولوس على أنهم المدعوون الذين يحبون الله فمن أي صنف أنت هل الذين يحبون الله المدعوون حتى بقصده لك شركة مع الله أم تدعى مسيحي فقط أربع حقائق للتعزية والتشجيع يمكن استخلاصها من هذه الآية في هذه الأزمة التي تمر فيها ليست بلادنا إنما كل العالم يمر في هذه الأزمة أول حقيقة أن خطة الله جيدة وخيرة خطة الله هي خطة خيرة يقول كل الأشياء تعمل معا للخير للخير لبالمشكلة تظهر في تفسيرنا للخير ما هو الخير الله وعد بالخير وهذا الخير الذي وعد به بمحبة إلا كبشر ربما لا يظهر لنا دائما أنه خير وخير مقبول أحيانا تظهر معاملات الله لنا كأنها شيء مدمر أمور مدمرة إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الزمنية المادية فالخير الذي وعد به هو خير روحي لا زمن عابر لذلك فهو أحيانا يمر بنا فلا نرى أنه خير حقا أحيانا نمر وننفشع أنه في يعني لو أصدنا هذه الأزمة التي نمر بها أين الخير في هذه الأزمة اسمع ماذا قال أيوب عندما عبر عن وضعه قال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك وعندما عيرته زوجته بإيمان وبهذا الله الذي سمح بكل الشر الذي مر عليه ماذا قال لزوجته الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل لاحظ الخير من عند الله ولكن الشر لا نقبل ليس من عند الله الشر هو إبليس يقصد فيه ونرى أنه خرج أيوب خرج من هذه التجربة ومن تجربته غنيا ولا ليس فقيرا أيوب تعاون مع الله تعاون مع الله في وسط التجربة لاحظ فأخذ الله أعمال الشيطان الشريرة وجعلها تقول للخير الخير من عند الله الشر من إبليس والشيطان فهو أخذ الشر من إبليس وجعله يقول للخير لاحظ دون أن يتغاضى عن الشر بأي شكل من الأشكال سنسمع عشرات من الاختبارات بعد أن نخرج من هذه الأزمة الصحية كم الرب قصد بهذا الشر الذي حاول إبليس أن يدمر العالم اقتصاديا وصحيا ويدمر حكومات كيف أخذها للخير وكل واحد سنسمع أكيد في كل في كنيسته عن اختبارات كيف الرب حاصرك في هذه الأزمة لأنه إذا طلبنا فقط المسرات في الحياة كثيرا من هذه المسرات والراحة ما يفضي إلى المضرات في حياتنا كمؤمنين إذن خطة الله خيرة الحقيقة الثانية أن خطة الله عاملة اسمع كل الأشياء تعمل تعمل معا للخير القلب الذي يحب الله يرى يرى الله عاملا باهتمام حتى وسط أسوأ أحداث الحياة فإنه يحول اللعنة إلى بركة يحول الكارثة إلى انتصار طريقة الله لا تكون دائما واضحة يظهر كأن الله صامت صامت لا يفعل شيئا أحداث الحياة اليومية قاسية قاسية أم جيدة هي المادة الخام الذي يصنع بها الله الخطة للحياة ماذا يدور من حياتنا كل الأمور التي تمر حتى هذه الأزمة هي مادة خام الله يصنع بها الخطة لحياتك لحياتك لكل واحد فينا فاسمح لله أن يدخل إلى أحداث حياتك في وسط هذه الأزمة وبدخوله تتلاشى كل فوضى تتلاشى كل أمور مخربة في حياتي ويسود النظام الرب لطيف فلا يقسم وهو حكيم لا يخطئ لا تحاول أن تعمل بالجسد أعطي الله فرصة أن يحول هذا الشر إلى خير في حياتك إذن خطة الله عاملة تعمل حقيقة ثالثة خطة الله شاملة كل الأشياء تعمل معا للخير شاملة تشمل يعني كل الأشياء يعني الأشياء كلها كل الأشياء فليس من شيء في أي مجال إلا يقع تحت سيطرة الله الخير لا يمكن شيء يمرء من تحت إيدينا الرب إلا هو مسيطر على كل الأمور الخيرة وحتى أمور غير خيرة يحولها كما ذكرنا يحول هذه المادة خامة يحولها إلى الخير كيف يمكن أن تقول وبرو ما يتساءل أحدنا كيف يمكن أن تقول للخير أشياء كالحزن أشياء كالمرض أو الفشل انقطاع الرجاء اضطراب الأعصاب الانزعاج الذي نعنيه من تربية الأولاد من مستقبله أوضاعه من مصيره حتى قلة الثمر في خدبتنا في الكنائس كيف يمكن أن نقول أن هذه الأشياء تقول للخير كل الأشياء لكن بولوس يؤكد أن كل شيء تحت سيطرة الله كل شيء تحت سيطرة الله حتى الأشياء الصغيرة جدا وكل جزء من أجزاء الحياة مهما صغر وموضع اهتمام الله وحبه ما تضطرب كل شيء كل جزء من حياتك حتى لو كان صغير الأخرين لا يلاحظونه ربما أنت تتغاضع عنه ولكن هو موضع اهتمام إلهك المحب وحبه العظيم هو يحول هذا الشر إلى خير وإن الرب أكد بقوله أنه لا يقع صفور إلى الأرض بدون علم أو إذن الرب لتسقط شعر من رؤوسنا إلا بإذنه فظروف المسيح كلها مرتبة من الله كل ظروف هي مرتبة من الله ليس هناك كمؤمن لازم تعرف ليس هناك حظ ليس هناك صدفة ونحاول لن تقع لاشه هذه الكلمة حظ كان أو صدف صار الأمر إنما الرب أراد الرب أراد وكان هي ترتيب من الله وليس صدفة أو حظ كل ضيق كل ضعف أو اختبار معاكس يحمل معه ما يترتب من الخير كل أمر ألام الجسد إذا مرينا في ألام الجسد في ضعف تجعلنا نشعر بافتقارنا إلى القوة إذن لما أنا بكون ضعيف جسديا بعرف أنه أنا لا يمكن أن أمتلي القوة إذن أنا يجب أن أطلب من الله هذا الضعف يوجهني إلى الله الإنزعاج يكشف حاجتي وحاجتك وحاجتك إلى الحكمة نطلب من ربي الحكمة يعطينا إذا أنا منزعج النكسات النكسات الاقتصادية التي تمر في هذه البلاد وكل بلد في العالم تبين لنا محدوديتنا ومحدودية مواردنا هو الذي يعطي الكل بسخاء ولا يعير يعطينا غنى روحي ومادي وجسدي فالنكسات الاقتصادية تجعلني أن أعرف أنا محدود أتوجه إليك يا رب أنا ضعيف وأيضا أخطاؤنا وفشلنا تحد من كبريائنا تحد من كبريائنا يعني يحاول الله يفرجيني أنه أنا بغلط أنا ضعيف أنا إنسان أنا بفشل إذن يجب أن أتنازل عن كبريائك يا إنسان أعرف أنه أنا مش كل شيء حتى شهاداتي وعلمي وعرفتي لا تساوي شيء أبام الله فيجب أن أتكل عليه فيمكن اعتبار هذه كلها وهذه بعض نواحي للخير الذي يصيبنا التي هي أمور صعبة ولكن الله يحولها للخير أعتبرها الله يشكلني يقلم حياتي لأن هذه الأمور تعمل معا للخير إذن هي تحاول الرب يحول كل هذا ضعف كل شيء بحياته يحول إلى الخير أعرف أنا ضعيف أمام الله أنا أتنازل عن كبريائك أنا علمي عن كل مقدراتي إذن الله يقصد به خير كل هذه الأعمال كل الأشياء تعمل معا والخطة الرابعة أو الموجودة هنا في هذه الآية خطة الله متناغمة هي متناغمة تعمل معا في تناغم بين هذه الأمور إنها لا تعمل بموجب أسلوب مسبق لا تجيء حوادث الحياة إلا في ترابط مترابطة مع بعض الطبيب يعطي وصفة لعلاج مرض معين ويدخل فيه عدة علاجات حتى كلها تعمل معا حتى ينتج الشفاء أو العلاج لهذا الداء أو هذا المرض فكل اختبار لوحده لا يظهر أنه للخير إذا أنا مرضت ما هو الخير الذي فيه نمر في أزمة جميعنا شهر من الزمان محجوزين في البيوت بدون أعمال بدون شمات هوا بدون خروج من البيت أين الخير هنا ولكن نرى أن كل الأمور التي تمر بحياتنا وزي ما قلت أنه سنكتشف أنه هذه الجلسة في البيت علمتنا كثير أشياء سنختبر هذه الأمور التي بعده ما سنختبر سنختبر أمور كثيرة التي عدت مع الرب شركة زادت قراءتك صلاتك بالرب تذللت أمامه حتى غير المؤمنين يتجهل الرب لمصدر القوة والعلاج فهي تتناغم مع بعض تعمل هذه الخطة حتى تنتج الخير للذين يحبونها فكل اختبار لوحده لا يظهر أنه للخير ولكن كلها مجتمعة كلها ممتزجة تنتج الخير ولا تنتج إلا الخير فقط في المصبورة يجب أن تكون تناغم بين هذه الأمور إذا رجعنا كل أحد منا في الماضي المصائب والبلاية التي في الماضي واليوم تذكر وعن اختبار نذكر أنه كانت هناك بركات مخفية كالترنيمة تقول كيف أخاف سيدي وأنت خلف الغيمتي هناك بركات الرب كأنه مختبئ ولكن بعد كل هذه الأمور هناك بركات مخفية الرسام يمزج الألوان معا وعندما ننظر لأول وهلي نتعجب أي فن عند هذا الشخص ولكن انتظر حتى ينهي وينتهي من عمله وسترى ماذا يخرج من هذه اللوحة بعد أن خلط ومزج هذه الألوان إذا تذكرنا قصة يوسف في القديم لم يرى أنها للخير يوسف القديم مر بظروف من ابن مدلل صاحب القميص الملون تدرجت حياته إلى البئر ثم بيع عبد للإسماعليين ثم في مصر ونجح حياته قليلا ولكن بالآخر صف بالسجن أي تخير من هذه الخطة ولكن عندما وقف إخوته أمامه تذكر كل الأحداث التي مر بها وقال لإخوته أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا به تعود إلى الشر أنتم قصدتم شرا ولكن الله قصد بهذا الشر حولوا إلى الخير استخدم المادة الخام التي عندكم حولها للخير فمر في ظروف سنوات وسنوات وسنوات وبالآخر آلت إلى الخير ما تيأس يوم يومين شهر صرنا أقل قليلا من هذه الأزمة وربما تقول يا رب طولت ولكن زكر يوسف مر بسنوات عديدة حتى وصل إلى الرجل الثاني في المملكة إن الله في أحداث الحياة كلها وإن له قصدا لائقا به يعرف هو نفسه يعرف هذه الأمور ويعرف هذه الأحداث وهذا القصد هو يعرف هذا القصد لوحده أما نحن فلنعرف إلا القليل نحن لا نعرف إلا القليل فعلينا أن نقبل به وأن نرضى به نحن لا نساوي شيء أمام الله فهو يعرف كل الأمور ويعرف قصده وماذا يريد وهو يعرف هذا القصد أما نحن لا نعرف إلا الحيز الذي نعيش فيه سنوات قليلة مرت علينا ولكن يجب أن نرضى بما يقول الله ويمعمل فينا وبعد ما نخرج من هذه الأزمة ربما نقول يا ريت ترجع ونقول جيد أن نكون يا رب ها هنا كما قالت تلميذ في جبل التجلي لأن هناك بركة في هذه الجلوس وهذه الجلسة التي هي مع الله وأتخيل أن جميعنا جميعنا اختبر وأكيد متأكد أن كل واحد فيكم أنه عادت شركته مع الرب زادت قراءته للكتاب وفيه أمور كثيرة حتت في حياتك ورجعتك إلى المحبة الأولى في هذه الأزمة نشكر الرب من أجل التكنولوجيا من أجل أننا ليس محال لحالنا وأنت تصلي لحالك إنما يوميا نشترك معا بالصلاة خلال وسائل التواصل ونشترك معا وكأننا كلنا معا في كنيسة واحدة وفي النهاية أريد أن أقرأ في هذا الوضع ما قالوا حبقوك في الأصلاح الثالث وآخر فقرة يعزينا ونحن نعيش في هذه الأزمة فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحضيرة ولا بقرة في المذاود فإني أبتهج بالرب سوري وأفرح بإله خلاصي لاحظ كل شيء مقتوح ولكن هو يفرح بالرب في الشغل في عمل حتى في خروج في الشمات هوا ولكن أفرح بإله خلاصي الرب السيد هو قوتي اسمع ويجعل قدمي كالأيائل فوق ويمشيني على مرتفعاتي له كل المجد له كل الشكر الله يعيننا في هذه الأزمة ولا تخاف أبدا يا أخي ويا أختي أنت محفوظ بين دين الرب كل الأشياء كل الأزمات كل هبوط كل شيء الرب يعمل بها معا للخير لذين يحبون الله الذين مدعوين حسب قصده أمين أمين دعونا نصلي حتى الكلمة هذه تغرس في قلوبنا وتكون معنا لفترة ونترجعها حتى الرب يعمل من خلاله يا رب نشكرك من أما قلوبنا من أجل رسالتك لنا في هذا المساء لأولا ولأخوتي وأخواتي الأحباء كل في مكانه كل في بيته يا رب اختمع هذه الرسالة ختم الروح القدس واجعل هذه تعزي لقلوب جميعنا أينما كنا حتى نلهج بكلمتك دائما نشوف مواعيدك لنا في وسط الأزمات ونكون كأيوف القديم ويوسف القديم أن كل الأشياء تعمل معني الخير للذين يحبون الله لك كل المجد لك كل الشكر باسم الرب يسوع المسيح وصلي ونختم خدمتنا في هذا المساء وقول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشاركة الروح القدس مع جميعكم آمين آمين للرب المجد ترجمة نانسي قنقر